اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لدي ملعقة كبيرة طماطم صبرة وحطيت ايضا هنا كما راكوا تشاهدوا شوية الملح الملح بينسخ على حساب الذوق نحرك كلش نقلي ملح شوفوا المرحلة اللي نقليوا فيها هي اهم مرحلة في طيب البنة كامل راح يلتم يعني قد ما تقلوا على نار قليلة المكونات اللولة ديالكم الطبق راح يجيبنين دايما حاولوا انكم تقليوا ملح وهنا زيت حطيت تلت ورقات تهرند ونكمل نقلي على نار هادية دايما كي تقليوا ما تزيدوش للنار قليوا دايما على نار قليلة هكذا بشجيل كي ما قلت لكم الماكلة بنينا هنا نزيد نقليها غير شوية من بعد المرق بينسور دايما كيتمرقوا مرقوا بالماء دافي ولا بالماء سخون ما تمرقوش بالماء بارد وهنا ما تكتروش الماء ديرو غير حوالي كاستع الماء يكفي لانو نعرفو انو السردين مايشتش وقت كبير في الطياب نحرك هاد المريقة ديالي ونخليها الطيب شوية بينسور نغطي عليها ونخليها حوالي عشر دقايق الى خمستاش دقيقة طيب من بعد باش نحط السردين هنا السردين نحيتلو الشوك ديالو نقيتو بينسور وغسلتو ونحيتلو الشوك ديالو شوفو هنا كيفاش ما خليتش كمية كبيرة تاع المرقى علاش لانو السردين مايطولش في طياب يعني مايحتاج كمية تاع مرق كبيرة باش يطيب دونك خليتلو كمية قليلة غير قسمي طيب وسردين يطيب تمتم يعني خمسة ست دقايق الى كترتو عشر دقايق طفيوا على السردين تاعكم يكون طاب ها هو السردين ديالي طاب على نار قليلة ومع الاخر دايما الماكلة تانيت باش جيكم بنينا كيما قلتلكم في الول لازم تقلو مليح في الاخر تاع اي طبق لازم تجمروا الماكلة ديالكم يعني تخليوها على نار هادئة جدا تكمل طياب ديالها وهنا شطيتها ديالي راه يتجمرت وراح يطابت دوك ما بقى لي غير مطفي عليها ها هو الطبق تاعنا واجد شطيتها سردين طبق تقليدي جزائري بامتياز ماكلة تعصيف سهلة وخفيفة ايضا نتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم اذا اعجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وتخلو لي رايكم في التعليقات وتشاركو الفيديو مع اهلكم وحبابكم واصدقائكم لتعم الفائدة ان شاء الله وبالنسبة للي اول مرة يزوروا القناة وللي مازال ما اشتركوش في القناة نتمنى انهم يشتركو ويفعلو زر الجرس هكدا باش يتوصلوا بكل جديد ان شاء الله مبقى لغنقلكم الى الملتقى بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا